لا تقتصر ممارسات وانتهاكات الاحتلال التركي والفصائل التابعة له على النواحي الأمنية والمادية بحق الأهالي في عفرين بل تشمل مختلف جوانب الحياة في المدينة وريفها في إطار سياسة التغيير الديمغرافي الجانب التعليمي لم يسلم من الانتهاكات حيث كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه يجري تعليم وإجبار الأطفال في كثير من المدارس بعفرين وريفها على رفع شعار الذئاب الرمادية التابعة للحزب القومي التركي الأمر الذي أثار استياءا في الأوساط المحلية ولا تزال الفصائل الموالية لتركيا تمارس الانتهاكات بشكل يومي بحق السكان من أهالي عفرين المتبقين وبحسب المرصد فقد أقدم مسلحون يتبعون الاحتلال بالاعتداء على رجل المسن وزوجته وتقييدهما لعدة ساعات وسرقة النقود التي كانت بحوزتهما إضافة إلى نهب ممتلكات المنزل وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات اختطاف لعشرات الشبان والمواطنين ونقلهم لمقارات مجهولة أكد المرصد السوري اختطاف خمسة من موظفي وموظفات شركة المياه في عفرين من قبل تلك الفصائل ونقلهم إلى جهة مجهولة في إطار عملية الإتجار بالمعتقلين والمختطفين وإجبار ذويهم على دفع مبالغ كبيرة للإفراج عنهم ووثق المرصد اختطاف واعتقال أكثر من 2600 مواطن من ضمنهم ألفا لا يزالون قيد الاعتقال يأتي هذا بالتزامن مع إجبار من خدم بصفوف قوات الدفاع الذاتي في عفرين على دفع مئات الدولارات مقابل عدم اعتقاله نهيك عن القتل والتعذيب والسرقة وقطع أشجار الزيتون ومصادرة ممتلكات الأهالي وفرض الضرائب والأتوات ونشر المرصد السوري تقريرا حول عام من الاحتلال التركي لعفرين جاء فيه أن العشرين من كانون الثاني 2018 كان بداية لدمار وقتل لنزوح وتهجير واعتقال وانتهاك وتوطين وبداية لتغيير ديمغرافي ومجازر في ظل صمت دولي مريب خاصة من قبل وسائل الإعلام والرأي العام الذي لا زال يقف متفرجا أمام انتهاكات الاحتلال التركي والفصائل المرتهنة ترجمة نانسي قنقر